يا صباح الخير على كل مشاهدين اللي بيشوفونا في كل مكان على شاشة التليفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائي المصرية أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصري وصباح الخير عليك يا مصطفى صباح الخير عليك يا منا وصباح الخير على كل حضراتكم دايما بنبدأ يومنا الصبح بابتسامة وأمل ودايما بيكون الابتسامة والأمل دول ليهم سبب أنت بتفكر فيه لوحدك يعني دايما كده إيه المثل البلدي بيقول أنا استبحت بوش ميني النهاردة النهاردة أنا بدأت يومي بمين علشان يومي يبقى حلو وجميل أو يومي يبقى وحش فأنا اتشائمت بهذا الشخص قيمة التفاعل والتشاعم كان موجودة عندنا كلنا كمصريين وده سؤالنا اللي موجود النهاردة على صفحتنا على فيسبوك مين هو أكتر شخص بتتفائل لما بتشوفه ومين هو الشخص اللي يومك لما بتبدأ بيه وتشوفه بتحصل لك حاجة حل وإحكيلنا عن موقف حصل لك مين يا منا؟ بص يا مصطفى أنا مش بتفائل ومش بتشائل أنا بمشي كده على الله نعم ومعنديش قوي قصة التفاعل والتشاؤم دي لكن بقول إن في حاجات أنا الصبح أصلا ببقى صحية مش شايفة أصلا فشوفت أي إن كان الشخص اللي أنا شفته في بداية اليوم مش لازم أول ما تصحي يعني ممكن يعني ممكن في بداية اليوم يعني ممكن إزاء زاءت عصفير صوت راديو بس مثلا لو نزلت من البيت ووصلت بسلام من غير أي معوقات في الطريق إن ما عجلة العربية مكتش نايمة الطريق مكانش فيه ميا كتير فمتحركين متأخر بسر الكبري ما كانش عليه مشاكل يعني الحاجات اللي هي حياتية بسيطة جدا دي وانس إن اليوم مشي بسهولة يعني وبيسر فأنا بيبقى مستوطة خالص لو الحاجات دي حصلت بعتبر إنها ما حصلتش بحاول أزوق اليوم زي ما بيتقال كده باللغة للدرك لما ندخل بقى الستوديو ونبقى كويسين ومبسوطين واليوم يبتدي من أول ما احنا دخلين الستوديو في معدنا كويس وغير ما نتأخر أنت مبتسم وأنا مبتسمة ودخلين مع بعض الهدوء فاليوم بيبقى جميل لكن لو دخلين بقى بكرباجين ومتوترين وحصلت لغبطة الواحد بيبقى حايز يبقى طالع على الهوى تمام بس بيبقى من جوا مقبوض أو قلقان أو خايف اليوم بيحصل إزاي لكن قصة إن بشوف حد بتفائل وبشوف حد بتقفل لا ما بيحصل ليش غالبا إلا بقى لو صحيت على عيات وزنة بقى من بنتي ده بيبقى قصة يا شيخة دي أحلى حاجة غير كده الحمد لله يعني مش من الناس بتتأثر قوي بالحاجات اللي حواليها صحيح وأنت حكيلي أنا العنصر النسائي في حياتي يعني أمي حبيبتي ستة كل لما بشوفها الصبح طبعا يومي بيبقى جميل حتى لو متكلمك مكالمة الصبح يومك فعلا بيبقى سالك مراتي حبيبة قلبي اللي بتصحى معايا كل صباح الخير يا مصرد تجهز الدنيا وتهتم وتعمل ما قدرش رابدنا ممكن يعني وجودها فيروز وفريدة بنات الحلوين فريدة الكبيرة وفيروز الصغيرة الله أكبر دول يعني لما يبقوا موجودين الدنيا بتبقى يعني من أجمل ما يكون طبعا فهما دول الأشخاص اللي تقدر تقول أو تراهن أن هما يعني لما بتبدأ بيهم يومك صح بتتفائل بتلاقي يومك فيه إنرجي بتبقى يومك فيه طاقة أكيد مش أشخاص بس ممكن تبقى زي ما قلتلك زقزقات عصفير ممكن تبقى صوت إذاعة ممكن تبقى موقف حصلك ابتسامة مع حرس العمارة فيه حاجات تفاصيل كده ممكن تحصل في حياتك ويومك فعلا يبقى حلو تقول سبحان الله أنا استبحت بوش مين النهاردة اليوم النهاردة كان جميل جدا مع إن جرت العادة لما يجي نقول استبحت بوش مين النهاردة دي بناخدها بالجانب التاني حاصل بالشكل التاني بيحفل إحنا قررنا أن نغير الترند ونغير ونخليه أكثر إيجابية مين أكثر شخص بتتفائل لما تشوفه يومك بيحصل فيه حاجة حلوة استبحت بوش مين النهاردة ولقيت يومك فيه حاجة حلوة أحكي لنا عن موقف حصلك ده سؤالنا اللي موجود على صفحاتنا على فيسبوك استنيين إجابتكم اللي حنستعرضها معاكم في حلقة النهاردة صباح الخير عليكم وصباح الخير يومك